وبسكوت النهاردة سريع جدا يعني اقل من 10 دقايق هتكوني خلصتيه ما انت مش هتحتاجي ولا مضرب ولا خلاط السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة بسكوت سريع جدا مش هستعمل سكر ولا دقيق القمح وكمان مش هستعمل زبدة لو اول مرة تشوفوني انا اسمي سلوى اتمنى ان انتو تشتركوا في القناة وتكتبولي دايما تعليقات حلوة عشان ان شاء الله اقدم لكم كل جديد هنا اطريقا معلقتين كبار من العسل احط عليهم على طول البرش بتاع البرتقان او الليمون انا النهاردة عندي ليمون فهستعمله لو عندنا برتقان من استعمله عندي كمان كبةية الا ربع من الحليب هنا بقى اي نوع حليب بينفع احط عليها الفانيليا اللي هي سائلة واحط عليها بيضة واحدة سأستعمل معلقتين كبار من زيت الزيتون لا تستغربوش ولكن هو بيكون ضريف جدا انا لم يكن لدي زيت جوز الهند فاستعملت زيت زيتون المكون اللي هيكون بديل دقيق هو دقيق الرز دقيق الرز من الحاجات الخالية من الجلوتين الناس اللي عندها حاسية من القمح تقدر تعتمد عليه بيكون خفيف وضريف جدا تعالوا نحط الوقتي كباية وبعدين نقلب ونشوف القوام لان برضو من نوع دقيق اللي دقيق بيختلف هو مش دقيق امحقه ولكن برضو بيختلف من نوع لتاني النوع ده انا لقيته في السوبر ماركت بيعملوا منه دايما الخبز بيسموه حتى الهنود هنا في السعودية بيسموه دوسة فممكن ان شاء الله مرة كده بقى اعملكوا لدوسة دي بالدقيق بتاع الرز ده بيكون خفيفة جدا احنا عملنا على القناة خبز الرز بالرز المصري يعني اه جبت الرز المصري ونقعته واعدين هتطفر خلاته استعملته لكن ما استعملتش وصفة فيها دقيق الرز طيب انا دلوقتي هدفت تاني نص كباية يبقى مجموع الوصفة اللي احنا استعملناها دلوقتي وصفة النهاردة مستعملتش فيها اي مواد رفعة ولا بيكون بودر ولا كربونات مش محتاجين احنا خلاص كده مش محتاجين اي مكون تاني مجرد ما نقلب كده ممكن نسيبها تستريح شوية في التلاجة او نشتغل بيها على طول انا هشتغل بيها على طول وعبل ما روح اجيب بس القمعة بتاعي بصوا كده عبل ما روح تجيبته وجيت مفيش دقيقة يعني حس ان القوام بتاعه تقل شوية انا هحطه في القمعة ده نقدر نحطه في اي قمعة واي طريق التشكيل بصوا حتى لو ما عندناش اي حاجة نقدر نشكله كده اي تشكيل شايفين قوام العجينة بس صراحة بالقمعة ده بيتلع شكله حلو جدا احلى حاجة في البسكوت بتاعي النهاردة اللي هو بيحتفز بشكله وكمان ما بيفرش يعني انا مش محتاجة اللي انا احطه بعيد او عن بعض ومش هيفرش نفس الحجم اللي انا حطيته عليه هو اللي هي ايه هيفضل عليه دلوقتي هي حطيت في الشكل بتاعدي اسمها ايه بس ممتازة يعني بحط فيها كريمة بحط فيها اا كوكيز او بسكوت زي كده بيكون حلوة جدا ليها استعمالات كتير وليها كمان كزا وش يعني ممكن مش بس الوش ده على حسب ما انا عايز طبعا انا جبت صنية مفروضة اا حطيت عليها ورقة زبدة ودهنت ورقة الزبدة مهم جدا علشان ايه اا الموضوع يكون سهل معي كل ما افطف دمعي بملها حوالي اربع مرات او خمس مرات ملتها لان الكمية مشاء الله كتير بصوا كده انا ما سرعتش في المقطع ده شكلها حلو جدا 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 طيب فيه ناس اتقول لي يا سلوى معلقتين العسل اللي انتي حطتيهم هيسكروا كل الكمية دي هو الحقيقة مش هيطلع بسكوت مسكر يعني مش هيطلع مسكر هيطلع شكله حلو وجميل وكل حاجة ولكن طعمه مش مسكر ااا عايز اقولك تراح فيه ناس بتحب الحاجة مسكرة وفيه ناس لأ لو احنا عملنا البسكوت ده وحسينا ان هو مش مسكر وعايزين نسكره هنعمل ايه هنجيب شوكولاتة وندوبها ونغمسه بالشوكولاتة بعد طبعا ما يستوي فهيكون مسكوت كده متغطي بالشوكولاتة وهيكون زريف جدا جدا ولكن انا دايما بستعمل ايه كمية حاجات مش يعني دايما الحلوات بتاعتي مش مسكر وده معروف عني يعني طيب هروح اشغل الفرن على درجة حرامية وتمانين وده اللي انا عملته من شوية سبت الفرن يسخن هدخله على الرف الشبك بيقعد اتناشر دقيقة ده بسكوت العشر دقايق فعلا حرفيا ما بيعودش اه يعني عشر دقايق كده ويكون معنا يكون جاهز وجميل ده بيكون شكله بعد ما دخل الفرن واستوى وبقى حلو جدا ما بيحتاجش الشوية وبس كده تعالوا بقى ننقله على شبك علشان ايه اه يبرد معي لو احنا لقيناه زي ما اتفقنا نقدر نحط كمان شوكولاتة بيضة شوكولاتة بيضة او شوكولاتة غمقه او نعمل ما بينهم اه طعم الشوكولاتة معي بيكون زريف جدا جدا مع الفطار بقى او على الفطار بيكون خفيف وزريف الولاد هيحبوه ممكن كمان نزود شوية عسل بس يعني ايه ما انكترش اكتر من معلق من تلات معالق كبار انا حطيت معلقتين ممكن نحط تلات معالق كبار ممكن بقى نزود سكر دايت لو احنا حابين او زي ما قلت لكم شوكولاتة اه ممكن كمان نحط شوية من دبس الطمر اه ولكن لونه هيغمق شوية الحقيقة البسكوت دا كان في منتهى منتهى الجميع وهنا قريب الاسطل هنا قريب اتمنى ان شاء الله وصفة النهاردة تكون عجبتكم وجربوها واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو تاني مع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة